بنعود لحضراتكم مرة أخرى حاول فيما تبقى لنا من وقت الحقيقة الحوار مع ساتة الوزير حوار شايد جداً أحاول أغطي كل الأسئلة لحضراتكم بعتينها الناس تسأل عن اللحمة في تفاوت في تسعير اللحمة من 250 ل400 في بعض الأماكن كويس وحش طالما في تفاوت المواطن يختار المكان اللي يشتري منه هتكلم عن لنا إحنا وإحنا طبعاً بنهدف ربح بس ربح معقول بنقدم لحمة برازيلي مجمدة وحضراتك عارفين لحمة برازيلي الجودة بتاعتها بس كلمة مجمدة نتيجة لازم تيجي مجمدة في البرادات من برازيل لغاية مصر وبنقدم اللحمة السوداني طازة بكامل برازيلي البرازيلي مية و تسعين جنيه مية و ستين جنيه مجمد مية و ستين جنيه والسوداني السوداني الطازة بمتين و عشرين جنيه ودور متوفرين ودور متوفرين في منافذنا في منافذ التموين و في منافذ أمان و في منافذ القوات المسلحة إنما نيجي بقى على البلد دي هناك تفاوت ما بين تلتمائة جنيه أو متين وتسعين متين وتمانين في الأرياف تلتمائة جنيه و طبعا اللي يقول لي ربعمائة جنيه ده بيروح ياخد أطعيات معينة من حتة معينة سوبر ماركت ضعيانة فبيدفع غالي إنما الحقيق قال المجهود اللي اتعامل من الحكومة و أنا مش الحمد لله جزء قد كده في هذا الموضوع في توفير العلف جديد في لحظة من اللحظات الدراء نطت زي ما حضرتك شايف الأسعار و كذا و العلف هو أساس تسعير اللحمة لدرجة إحنا كوزار التموين لأول مرة ندخل نشتري مية و عشرة ألف طن دراء عشان أنزله في البورصة بسعر معقول عشان السعر الدراء يقل فاللحمة تقل فهناك مجهود لسيادة الإفراج عن الأعلاف كذا و واخد أولوية يعني الأدوية و الغذاء و العلف واخد أولوية جامدة مع البنك المتحدة تمام ترجمة نانسي قنقر